بقول لك يا باشا دا احنا هيدفتح لنا باب استثمارات اجنبية هتغرقنا فلوس ودولارات وده غير ان احنا هنزود استعدارات ونقلل الواردات يا عم استثمارات ايه دا احنا اقتصادنا هيروح الشلاحات والمواطن الكحيان ههيكحيان اكتر وحيده اللي يا جماعة مش كده انا اشرح لكل حصل الجين المصري خسر حوالي 6% من امته وسجل سعر صرف 23.15 قرش قدام الدولار واخد بالك متوقع ان هو ينخفض اكتر فترة جاية وده اكيد بسبب قرارات البنك المركزي المصري اللي حرر سعر الصرف ورفع الفايدة الاثنين في المية وكمان بدأ يلغي تدريجية النظام الاعتمادات المستندية في الاستراض وكان سعر الجين المصري عادي جدا 19 جنيه 65 قرش قبل القرارات دي وكان فيه اطراف كتير كانت سبب نزول السعر الجيني بالشكل ده منها صندوق النقل الدولي مصر كانت عايزة تاخد كرد من صندوق النقل الدولي بكمة 3 مليار دولار وعشان تعمل ده خفاضة قيمة الجيني قدام الدولار 15% وطبعا التخفيض ده كان شرطي صندوق النقل عشان يدي مصر كرد وحسب وكالة مودز ان مصر واحدة من 5 دول في العالم مهددة ان هي متعرفش تسدد اقصاد ديونها الخارجية خد بالك اقصاد ديونها مش ديونها الاصلية لا اقصاد بس احنا ممكن ما نعرفش نسددها اللي بتزيد عن 150 مليار دولار وده تالت مرة مصر تاخد فيها كرد من صندوق النقل الدولي وده لأ انها خدت كردين خلال الست سنين اللي فاته المرة الاولى في 2016 مصر خدت تسهيل اقتماني بـ 112 مليار دولار وده عشان خاطر الاصلحات الاقتصادية والمرة التانية كانت بكيمة حوالي 5.5 مليار دولار وده كان عشان مواجهة اثار جائحة كورونا وقتها وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي قال ان الاقتصاد المصري بيحقق حالة من الاستقرار والسمود وقال كمان ان الاتفاق يشمل 3 مليار دولار من صندوق النقل ومليار دولار من برنامج الاستدامة التابع لصندوق النقل وخمسة مليار من الشركاء الدوليين باجمالي يعني 9 مليار دولار عشان تساند الاقتصاد المصري بس انا عايز الفة انتباهك كده النقطة ان 60% من المكونات الصناعية اللي بنستخدمها في الصناعات بتاعتنا بنستوردها من برا فدي طبعا دمانة هيزيد وبالتالي هيزود التكلفة وده هيزود اسعار المنتجات المصرية سواء بنصنعها لاستخدام المحلي او بنصدرها برا مين الاخر اللي احنا فيه ده كله بسبب صندوق النقل الدولي لانه بشترت عليك تخفيض عملتك قصاد الدولار هتقول ليه بيعمل كده هقولك دي سياسته مع الدول النامية اللي بتطلب قروض المهم بقى لما خفضنا قيمة العملة تقال ان الوردات هتقل والصناعات المحلية هتزيد وحتى ان كان فيه زيادة في الصادرات فالوردات برضو كانت اكبر وعشان كده زايدت نسبة العجز التجاري المصري وربنا يسطر علينا انا كده خلصت ولو عجبك الفيديو ما تنساش تقول ليه ارأيك في الكومنتات وما تنسوش تصالوا عن نبي